ما هي الفائدة من دراسة علم التاريخ؟ قال هناك فوائد خاصة وفوائد عامة لدراسة علم التاريخ الفوائد الخاصة أو الشخصية لدراسة علم التاريخ الفائدة الأولى قال في التاريخ ذكر للإنسان والذكر للإنسان عمر ثان الإنسان إخواني الكرام عمره قصير وتجاربه محدودة فكيف يستطيع خلال عمره القصير الاطلاع على أعمار طويلة؟ الجواب عندما يقرأ التاريخ يقرأ تجارب الناس سواء أكانت تجارب شخصية أو تجارب اجتماعية أو تجارب سياسية أو اقتصادية فهو بقراءته للتاريخ كأن محتوى تاريخ الآخرين وكأنما أضاف إلى عمره أعمار أخرى فعندما يطلع على أخطاء الآخرين يحاول أن لا يقع في نفس الأخطاء ويوفر على نفسه الخوض في تجارب خاسرة وذلك لبناء حاضره وبناء مستقبله بذلك يقول الشاعر إذا علم الإنسان أخبار من مضى توهمته قد عاش من أول الدهر وتحسبه قد عاش آخر عمره إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر فقد عاش كل الدهر من كان عالما حليما كريما فاغتنم أطول العمر الفائدة الثانية من دراسة التاريخ الشخصية توسيع الثقافة بتجارب الأمم والأفراد والحصول على تفسير جديد الحياة حيث تقرأ السنن التي صنعت الأحداث فتقرأ سنن الله في قيام الأمم وسقوطها نجاح الأفراد وفشلهم عند ذلك تضع يدك على كنز ثمين من الكنوز لا يقدر بثمن هذا الكنز هو كنز أسرار الحياة الفائدة الثالثة أن تتعرف على أصولك وانتمائك فأنت تنتمي إلى أم عريقة أسسها محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون ثم الأمويون فالعباسيون فالأيوبيون والعثمانيون فالتعرف على التاريخ هو تعرف على حضارتنا وهو يعطينا الاعتزاز بأجدادنا وهذا يكون دافعا لأجيال المعاصرة كي تسعى لإكمال الطريق الذي بدأه الأجداد حيث أن أجدادنا شادوا لنا صرح الحضارة وأقاموا بنيانها وحققوا مبدأ الاستخلاف في الأرض وملأوا الدنيا علما وعملا فهل لا نكمل ما بدأه الأجداد وهل لا نعود لإشادة صرح الإسلام الحضاري وبناء وإكمال ما بدأه الأجداد من بناء ونتخلى عن الكون في ذيل القافلة ذيل قافلة الأمم في دراسة التاريخ أيضا أيها الإخوة راحة للقلب وجلاء للهم وتنبيه للعقل فعندما تقرأ سيرة حازم تتعلم حسن حسن التدبير والسياسة وعندما تقرأ عن المخلوقات تقرأ فيها عظمة الصانع سبحانه وتعالى في علم التاريخ تسلي للهموم فعندما ترى أن غيرك وقع وقع في مصائب كبيرة تهون عليك المصائب التي وقعت فيها وعندما ترى أن أحدهم قد مر وقفت في وجهه مصاعب لا تعد ولا تحصى واستطاع بعزم وإصرار على تجاوز ما وقع فيه وحقق النجاح في النهاية وتجاوز محنته وانتصر هذا كله يزيح عن قلبك الهم والغم ويدفعك على أن تجدد الهمة وتهدد جدد النشاط من أجل أن تنهض ولا تيأس إذن هذه أهم الفوائد الشخصية لدراسة التاريخ ما هي الفوائد العامة لدراسة التاريخ؟ من الفوائد العامة لدراسة التاريخ الفائدة الأولى الدقة العلمية التاريخ إخواني الكرام هو السجل حافل بأخبار الإنسان وهو الأمين على العلوم وتاريخها ونتائجها وهو يعرض لنا بالوثائق تاريخ الأجداد وتاريخ عظماء الأمة وهو خير سند في وجه من يريد تشويه تاريخنا ويكشف زور وكذب أعداء الإسلام ضد حضارتنا وأمتنا وتاريخنا فالتاريخ هو الوثائق التي نعتمد عليها في الدفاع عن تاريخنا الدفاع عن حضارتنا ودرء شبهات أعداء الإسلام إذا أرادوا تشويهنا وتشويه ماضينا يقول سفيان الثوري رحمه الله لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ من الأمثلة على ذلك في عهد الخليفة العباسي القائم بأمر الله ادعى اليهود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن يهود خيبر فدعى الخليفة العلامة الحافظ أبو بكر الخطيب فقال أبو بكر الخطيب أعطونا الوثيقة فأظهر اليهود وثيقة فنظر فيها العلامة الخطيب فرأى في آخر الوثيقة أنه شهد لها معاوية بن أبي سفيان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما فقال العلامة الخطيب هذه وثيقة مزورة يا أمير المؤمنين طيب من أين عرف ذلك قال عندما نظر إلى الشهود وجد فيها سعد بن معاذ وسعد بن معاذ رضي الله عنه استشهد قبل خيبر ورأى فيها معاوية بن أبي سفيان ومعاوية رضي الله عنه لم يكن قد أسلم بعده فهذه وثيقة مزورة عرف ذلك من خلال إحاطته بالتاريخ ومعرفته به من الأمثلة ما يدعيه اليهود في هذه الأيام بأن لهم حق في آثار إيبلا وماري في بلاد سوريا نقول لهم ارجع إلى التاريخ أين ذلك يدعي اليهود أنهم شاركوا صلاح الدين في حطين وتحرير قدس نقول التاريخ بيننا وبينكم من فترة بداية الألفين وقف إيهود أولمارت رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي الصهيوني مع بعض الزعماء العرب وقال لهم أنا لست جالس هنا من أجل أن أتحدث عن فلسطين وأهل العرب حقوق في فلسطين أم لا يعني هذا الموضوع بالنسبة لنا يعني لا غير قابل للنقاش وإذا أردتم أن تستطردوا في الكلام فنحن سنطلب منكم حقوقنا في خيبر حقوقنا في يثرب حقوق أجدادنا الذين أجلاهم محمد صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريضة وبني قينقاع وبني النظير طبعا لم يتجرأ أحد على الرد عليه السبب في ذلك أن كثيرا ممن نصبوا وجعلوا ولاة لأمر بعض مناطق هذه الأمة ليسوا على معرفة لا بدين الله عز وجل ولا بتاريخنا الإسلامي وهم عالة علينا من فوائد العامة لدراسة التاريخ حفظ العهود والمواثيق بين الأمم والشعوب والدول فما جرى بين الدول من عهود ومواثيق نحن نلتزم بها لأنها سجلت في التاريخ الإسلامي ونحن في الفقه والسياسة الشرعية أيضا نأخذ بذلك فنحن الآن عندما غابت الحكم الإسلامي في كثير من بقاع الأرض هناك مواثيق عقدها الخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون والأمويون والعثمانيون مع الشعوب هذه المواثيق ملزمة لنا من ذلك مواثيق أهل الذمة فمثلا يبقى أهل الذمة الساكنين في البلاد العربية والإسلامية أهل ذمة لأنه لم ينقض ذمتهم حاكم من أين أتينا بهذا؟ أتينا بهذا من خلال أمواثيق التي عقدها الخلفاء المسلمون نعم الفائدة الثالثة لدراسة علم التاريخ دراسة القوانين الناظمة للعلاقات الإنسانية والتفاعل الحضاري بين الشعوب فندرس كيف كانت تنتظم العلاقات بين الناس وكيف تتفاعل الشعوب مع بعضها كل هذا يمدنا به علم التاريخ من فوائد علم التاريخ التاريخ يمد السياسيين في الأمة بأعماق الوعي الإنساني لحركة الحياة السياسي من خلال التاريخ يتعرف على قدرة أمته وعلى قدرتها على الاستجابة لمطلب معين لأنه كما يقال العرق ينتقل والمورثات تنتقل من جيل إلى جيل فمثلا أمتنا ورثت العزة والكرامة وإباء الضيم فإذا كان هناك سخر لها أولياء أمور يعلمون مكنونات هذه الأمة وما تملكه بثوا فيها أحيوا فيها روح الجهاد والبناء والعمل وأعادوا إليها ماضيها التليد فأبناء هذه الأمة أحياء وهذه الأمة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالمطر لا يدرى أولها خير أو آخرها ويبعث الله عز وجل على كل رأس مئة في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها فإذا كان ولي الأمر على الطلاع بخصائص هذه الأمة ويستطيع أن ينهضها من خلال مكنوناتها ومن خلال صفاتها هذه الصفات الوراثية التي ورثتها عن آبائها وأجدادها فينهض بهذه الأمة ويرفعها إلى مصاف الأمم المتقدمة أما إذا علم أن هذه الأمة بالأصل هي أمة كسولة ضعيفة فإن هذا السياسي يأخذ أمته أو المسؤول باللين والرفق مع الشدة حتى يهديها إلى سواء الصراط لذلك من مستشاري الرؤساء لا بد أن يكون هناك دكتور أو بروفسور متخصص في التاريخ ليطلع الرئيس على تاريخ أمته وكذلك إذا أراد القيام بعلاقات مع أمم أخرى يطلعوا على تاريخ تلك الشعوب وعاداتها وتقاليدها وكيف يمكن أن تقام مها علاقات سلمية أو حربية وهل هذا الشعب أو هذه الدولة قابلة للسلام أم هي دولة محاربة وما هي مداخلها وما مخارجها وماذا يعجبها وماذا يرهبها كل هذا يحيط به الدارس للتاريخ تاريخ الأمم ويمد سياسي الأمة بالوعي كلنا الإنساني لحركة الحياة